السلام عليكم اليوم دعلمكم وصفتها الهريسة الوصفة هاي ما خدتها من امي الله يحفظها ويحفظها لكم جميعا هاي الوصفة كتير زاكية واساسية ما فيها تعقيدات موجودة اغراضها بكل بيت تابعوني لنشوف الوصفة ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وشكرا هون بنبدأ بعمل القطر عشان يكون شوي ابرد من الهريسة لما تطلع من الفرن اول شي بنحط السكر بعدين بنحط عليه الماء هلأ بنحط شوي من ملح الليمون اقل من ربع معلقة صغيرة او بنحط عصرة ليمون اللي بتحبوه طبعا المعادية الكاملة بتكون في صندوق الوصف اسفل الفيديو هلأ بنحطه على العالي بدون اي تحريك بالمرة بعدين بس يغلي هيك بنوطي عشر دقايق وبنطفي هلأ بنيجي الى الهريسة بنحط السميد هلأ بنحط كمية زبدة وسمنة طبعا الزبدة اكتر من السمنة هلأ بنبسهم زي بس المعمول عشان نتشرب السميد كل كمية الدهن بهذا الشكل بيصير هلأ بنحط عليه اللبن عيرت اللبن بنفس كاسة كله بنفس الكاسة يعني بتعيروا بنفس الكاسة اللي بتستعملوها هلأ بنحط السكر هلأ شوية الكربونة ومنحط بيكن باودر هاي هي الوصفة بكل سهولة زي ما انتوا شايفين هلأ بنحركهم شوي بنضطر نزيد شوية مي عشان نصير رخوة حسب نوعية السميد اللي عنكم انا هلأ احتاجت اقل من نص كاسة بشوي من المي زيت لها هيك ضلت نزيد شوي شوي اللي صارت بهذا القوام بتركها نص ساعة ترتاح بعدين بجيب صينية بحط عليها طحينة طبعا صينية الألمنيوم يفضل بعمل الهريسة افضل يعني من تيفال هلأ بنحط كمية الهريسة اللي عنا العجينة بهذا الشكل بنحاول نمدها شوي شوي اذا شفتوها بتلزق بالإيد عادي بتحطوا شوية مي على إيديكم عراحة الإيد وبتبدو يتمدوا فيها بهذا الشكل هلأ بنحط شوية لبن مخفف بشوية مي على الوجه زي هيك نفرده ونمسح عليها عشان يطلع لنا لون بالآخر لون جميل وبالمع وكتير لون وحلو هلأ بنقطعها قطعتها بشكل مربعات تقدروا تقطعوها مستطيل زي ما بتحبوا مستطيلات صغار أو بهذا الشكل استعملت هون قطعت البيتزا بتقدروا بالسكين عادي هلأ هون بعد ما قطعتها حبيت أحط لوز مقطع للتزيين بتقدروا تحطوا أو ما تحطوا شي بالمرة برضو برجع لكم هلأ بس نخلصها كاملة بدها ترتاحك 5 دقايق 10 دقايق وندخلها على الفرن حامي 180 لا تتحمر من تحت عبما نشوف حواليها الطحينة تحمرت بنحمرها من فوق منطلعها أول منطلعها على طول منحط عليها كمية القطر أخذت القطر عندي تقريبا كامل وما تخافوا إن كمية مش كبيرة من القطر لأنه حتتشرب وسميد رح تتفتح حباته ويشربها كاملة بس غطوها عشان ما ينشاف الوجه عبما يتشرب وهاي هي الوصفة بكل سهولة هذا هو المنظر النهائي كتير كتير زاكي جربوها شوفوا ما أحلاها وطرية كتير بنصحكم تجربوها شكرا للمتابعة والسلام عليكم شكرا للمتابعة